أبحاث مخبرية وفحوص مكثفة للتحقق من خلو مأكلات من لحوم الخيول وإلى جانب دهم المراقبين مصانع لإنتاج اللحوم تجرى ألاف الفحوصات المخبرية لمعرفة تفاصيل هذه القضية التي سيطرت على اهتمام الرأي العام في أوروبا أريد الانتهاء من ذلك بنهاية الأسبوع المقبل لكن ذلك يقع على عتق شركات الغداء ومن مسؤوليتهم إجراء الاختبارات وتوفير منتجات تنال رضا المستهلك نطاق فضيحة لحوم الخيول تتسع ولم تقتصر على المحال التجارية الكبرى فقد أعلنت ويت بريد أكبر سلسلة فنادق ومطاعم في بريطانيا اكتشاف أثار الحمض النووي الخاص باللحوم الخيل في منتجات اللازانيا والبرغر في عدد من فنادقها كما عثر على لحوم خيل في وجبات تقدم في 47 مدرسة في مقاطعة لانكشاير شمال غرب إنجلترا وفي وجبات المستشفيات في أيرلندا الشمالية فضيحة لحوم الخيول دفعت العديد من البريطانيين إلى التوجه إلى اللحوم المحلية فضلا عن بدء مزارعين بريطانيين حملة لاستعادة ثقة المستهلكين وحثيهم على شراء اللحوم البريطانية كما تزامن ذلك مع ارتفاع حجم مبيعات اللحوم المحلية من خلال التسوق من محلات كهذه نؤكد أن الأفضل استهلاك منتجات محلية المنتجات البريطانية مطابقة للمواصفات بشكل جيد وعندما تشتري منتجا محليا فإنك تضمن منتجا مراقبا بدقة شديدة وذجودة عالية فضيحة لحوم الخيول أثرت شكوكا حول عمليات مراقبة الأطعمة في الاتحاد الأوروبي كما سلطت الضوء على مسالك تجارة الأغذية المعقدة في أوروبا اشتركوا في القناة